يعني لكم مرة تانية عزيزي المشاهدين الكرام وفي الجزء الأخير من هذه الحلقة بنرحب وعد محمد فاروق واكد عضو الجامعية العمومية المنتسبة لمركز شباب كفر صقر أهلا بك يا وعدة أهلا حضرتك فاني منورة كورة البلد النهاردة أهلا حضرتك يعني يا وعدة انت بما انك عضو جامعية عمومية منتسبة يعني لسه موصلتش السن 21 سنة إيه اللي انت التفرة الانشائية والتفرة الكبيرة اللي انت شايفها في مركز شباب كفر صقر حضرتك التفرة دي من زمان من أول ما تنشأ المركز من أول الأستاذ صلاح بدوي ويا ليه الأستاذ فاروق واكد اللي هو جبدي ويا ليه الأستاذ عبد المعجباني تمام احنا هنا من برنامج كرة البلد بنحب نصدر الشخصيات المحترمة الشخصيات اللي لقى فكر استثماري كبير واحنا معنا النهاردة الأستاذ محمد فاروق واكد وانت بنته مش عشان بنته ولا حاجة انا عاوزين نقولك انت كعضو جامعية عمومية منتسبة ايه اللي شايفات مركز شباب كافر صار انا شايفة اللي هو بيجدد مش فيه طفرة بس هو بيجدد حاجات مفروض تتجدد يعني لازم تتجدد في الوقت الحالي تمام اه فهو بيجدد وبيشايد في المكان اكتر واكتر تمام والمكان طول عمره كده واحسن وبيجدد احسن واحسن كل ما يبقى فيه حاجة حلوة تمام وعامتا يعني مش مش فيه انجازات انجازات دي من زمان كله بيعملها لا بس بابا يعني عامل تعاقدات مع شركات وبيدر دخل كبير جدا جدا لمركز الشباب لازم نشيد بيه يعني عامل عشان يعني طفرة هائلة في كل حاجة يعني بصراحة يعني استاذ محمد يقول لنا كده يعني دخلك السنوات دي او استاذ محمد انا دخل السنوات دلوقتي بالضبط يعني لو ندون حمام السباحة اه مليون سبعمائة تمانية وخمسين الف جنيه نشيل منهم مبلغ حمام السباحة يعني يعني ما يطرب هيدخل للمركز بعد اه خمس شهور من المال يقول يعني مثل مليون ونص اه فهحدود المليون ونص مليون ونص سنويا من مركز شباب من مركز شباب وفي الاشتراك في الاتحاد المصري في كافة الالعاب ان شاء الله في كافة الالعاب وطبعا بنشكر مع الوزير اشرف بسبحي لانه هو طبعا الاسر ان احنا نطور المركز ودي خطة الوزارة فعلا بس اهنا ممكن نكون نجاحنا فيها بفضل توصياته يعني ومش بتاخر علينا في حاجة والراجل وعدنا اللي يجي يفتح حمام السباحة لانه هيكون اكبر واول اكبر حمام سباحة على مستوى مركز شباب بالجمهورية مصلة العربية بالنظام اللي معمول عليه فطبعا بندعوه من دلوقتي بنأكد عليه الدعوة ان شاء الله وحنا بنقرر الدعوة كده ليه للدكتور اشرف صبحي ان شاء الله عند افتتاح حمام السباحة في مركز شباب كفر صعر يكون احنا متواجدين بكامرة كرة البلد وفي وجود سيادة الوزير ان شاء الله وعد ايه اللي انت بتطبيه من اعضاء الجامعية العمومية والاعضاء مجلس الادارة في الفترة المقبلة لمركز شباب كفر صعر يفضلوا في التطوير على طول ويعني مش نعف عند حاجة واحدة ولسه بدري على المركز ولازم يتطور اكتر واكتر عشان نبقى احسن احسن مراكز على المستوى القمرين ان شاء الله تمام طبعا استاذ محمد النهاردة رسالة بتوجيهها لأعضاء الجامعية العمومية لمركز شباب كفر صعر بتقولهم ايه هو انا يخالي لي امه اللي حينبسته اكتر مش عضاء الجامعية عمومية بس كفر صعر باكملها شعب كفر صعر كله شعب كفر صعر كله مستني ان شاء الله الصعود وبامر الله كلنا هنسع عليه وبطالب كفر صعر باكملها مش جامع عمومية بس انها تساند الفريق ان شاء الله الموسم الجديد وان شاء الله هنكون عن حسن ظنهم بامر الله طيب سؤال بقى بعيد عن الرياضة خالص انت يعني لك شخصية يعني قيادية كبيرة وكنت ترشحت في مجلس الشعب قبل كده ويعني ما فيش ما جاتش الفكرة ان انت وانت وصلت قبل كده في فتر في جولة الاعادة اه تمام؟ ما فيش فكرة يعني او فيه ما يعني ما يضور في زينك ان انت السنة دي هتترشح لمجلس النواب مرة اخرى لا انا المرة دي ان شاء الله هركز في مركز الشباب بس سنة بايدي انها سنة وشوية تمام بامر اللي نوصل بيوم للفترة اللي انا عايزها وبعد كده الجامع عمومية تختار ليه عايزها تمام انما انا مركز في مركز الشباب في تطوير مركز الشباب افضل يعني طيب اوعد النهاردة انت بتشجعنا دي اين؟ لزمالك طيب ايه اللي بحبه ايه اللي حبيب الفناد الزمالة؟ جمهوره فريقه ورئيس مرتضى منصور ولا عشان بابا زمالكاوي عشان بابا طبعا العيلة كلها عندنا زمالكاوية واحنا بنحبه من زمان من جدي ومن قبل يعني كمان جد بابايا كمان طيب رسالة بتوجهه للمستشار مرتضى منصور تقول له ليه النهاردة؟ بحبك استاذ محمد فاروق واكد النهاردة من خلال برنامج كورت البلد رسالة بتوجهها لرؤساء مراكز الشباب على مستوى الجمهورية؟ هم كلهم ناس كويسين وشغالين بس هو بتفرق سوء البلد كل بلد او كل مركز بيختلف عن المركز التاني إنما حضرتكم وكلهم شغالين في فكر ممكن في بلاد فيها ممولين ناس عايزة تشتغل وتفتح أنا عندي حاجة زي الخان دي مثلا وبريك فيهم لا يقل عن مثلا خمسة وتسعين بيت مفتوح شباب شغالين تمام في كافية الخان وكافية بريك ده والكافية التاني بتاع عضاء الجمالة عمومية عددهم مش كتير ولكن الخان وبريك دول أنا أسعد واحد فيهم لما بشوف مثلا في وردية الخان دي شغال اتنين واربعين بيت مفتوحين شباب ونفس الحكاية حوالي 17-18 راحت في بريك عند بتاع الكافيتليات التانية اللي بتاع عضاء الجمالة عمومية دي فيها حوالي 7 أو 8 أنا سعيد ديوم جدا الأماكن الاستثمارية دي زي ما بتدخلي داخل فاتحة بيوت كمان تمام من أبناء المركز إحنا في نهاية البرنامج الوقت مع الحباب بيمروا سريعا بنشكر الأستاذ محمد فاروق واكد رئيس مركز شباب كفر صارع وجودك معنا في هذه الحلقة وأيضا بنشكر وعد محمد فاروق واكد على وجودها معنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين بنعتذر لكل السادة المرسلين اللي ما قدرناش نتمكن من اتصال بيهم في هذه الحلقة ونوعدكم بالاتصال في الحلقات القادمة بنشكر كل المرسلين وكل المعلقين وكل الرياضيين المشاركين معنا في برنامج كورت البلد بنشكر رئيس التحرير مارينة جمال وبنشكر مخرج الروائع الأستاذ محمد عبد المجيد بنشكركم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج كورت البلد كورت البلد في كل بيت في البلد ترجمة نانسي قنقر